طيب يا سيدي عندي خبر في ما يخص العيد هاكم تشوفوا هذا كابش العيد وناعرفون أنه لكلنا نستنيه عيد الأضحى وليصادف إن شاء الله غداً لأتضحية بالأغنام والخرفين وإن شاء الله عيدكم مبروك فما نوع من هالخرفين هذا مرفع عليه في السنغال ومعفى من الذبح ما يضحوش نهار عيد الأضحى واسمه كابش اللادوم كابش اللادوم نوع من أغنام عملاقة معروفة باسم ملك الأغنام تنحدر من سلالة مختلطة الأنواع المحلية وتعد من الأصناف الفاخرة التي لديها مواصفات استثنائية لذلك هي معفاة من النحر في العيد هالأغنام هذه تحظى بحياة فاخرة في صالونات خاصة ويتم تنظيفها وإطعامها ويعطيها فيتامينات وحتى تدليكها وتتميز بفراها الأبيض اللامع وغالباً ما يتم شراها فقط للتكاثر والاشتراك في مسابقات جمال وليس للأكل مدللة جداً هالخرفين اللي نحكيوا عليها أو الأكباش اللي نحكيوا عليها ولا يستطيع سوى عدد قليل جداً شراها لأنه ما تتخيلوش أنه سعرها قديش يصل لأنه أقل حاجة أقل حاجة بشيكون عشر ألف دولار لأنه عشرات ألف دولارات سعرها وهي من أغلى الخرفين في العالم يعني ما بعرفش بدي أقل ملك الأكباش ملك الأغنام ملك الأغنام ملك الأغنام ملك الأغنام